الخلاف الذي حصل بين لجنة الشؤون القانونية ولجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني أجبر رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة على تجميد مشروع قانون القضاء العسكري بعد إحالته على البرلمان منذ أكثر من شهر مشروع قانون القضاء العسكري الذي أحيل في البداية على لجنة الدفاع بالبرلمان لمناقشته لكن بنوده التي تنص على إعفاء المدنيين من الوقوف أمام القضاء العسكري في القضايا التي تمس أمن الدولة ويقترح أيضا إدراج قاعدة دستورية للتقاضي على درجتين وهذا من خلال استحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية تختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية جعل لجنة الشؤون القانونية تطالب بدراسة المشروع ليست المرة الأولى التي ينزل فيها مشروع قانون للبرلمان ثم يجمد فكان قبله مشروع قانون الصحة وقانون البريد والانتصالة الإلكترونية لكن قرار التجميد هذه المرة جاء من مكتب المجلس فهل ستتدخل الحكومة وتحدد اللجنة المكلفة بدراسته من أجل الإسراعي في تمرير القانون؟